أهلا بكم أعزائي بفيديو جديد واليوم سنتحدث عن نصائح جديدة بخصوص استخدام فيم فأنا من فترة لأخرى ربما من أسبوع لأسبوعين أقوم بعرض فيديو حول فيم حتى مهارات فيم لدي وأيضا لديكم تصبح أفضل وتتعلمون أشياء جديدة فالموضوع اليوم طبعا دائما الأشياء التي وضحها وأشرحها دائما ووجودة على الموقع ضمن جدول لأن الجدول أسهل للاستخدام فاليوم سنتحدث فقط عن ثلاثة أمور وهي خاصة بالإكمال الترقائي بهم باستخدام كونترول اكس ال و ال يعني لايم يعني إكمال السطر فإذا ذهبنا مثلا لأريكم كيف يعمل هذا فسنقوم بفتح ملف جديد طبعا كل شيء سترنه على الشاشة موجود كل شيء أكتبه سيظهر على الشاشة فمثلا أريد مثلا فتح ملف جديد أسميه مثلا hello.html جيد فالآن لو قمت أنا مثلا بإنشاء li هنا جيد وهذه li مثلا كتبت فيها item الأولى مثلا وهنا الائتم الثانية وهنا الائتم الثالي فقم بإنشاء هذه الأمور جيد جدا الآن أريد مثلا كتبت مثلا هنا li بهذا الشكل كتبت li لكن أريد أن أكملها حسب li الموجودة الأخرى ربما أريد أيضا item 1 مرة أخرى بس أقوم بكتابة أو بنقر على لاحظوا الشاشة ctrl xl ctrl xl فذا نلاحظوا الآن سيعطيني قائمة من الخيارات هل تريدين الإكمال مع item 1 item 2 item 3 الآن سأقوم بنقر على ctrl n حتى أنتقل للخيار الثاني مثلا ctrl n فذا نلاحظوا الآن أنا أختار وأيضا يمكن الخيار مثلا الآن أنا اتنين أريد السابق فذا نقر على ctrl p هنا بهذا الشكل فإذا في السابق previous و end next بهذا الشكل فذا نلاحظوا فأنا أختار مثلا الائتم الثانية والآن اخترت هذا فذا هذا بشكل افتراضي بفن موجود فإذا لا يوجد بلغن لا يوجد أي شيء هذا افتراضي ويمكنكم أن تستخدموه فمثلا إذا أردت أن أجرب بالناس مثلا hello مثلا how are you مثلا وهنا كتبت مثلا hi أو أيضا hello hello مثلا وأيضا هنا hello مثلا olla مثلا ومرة أخرى كتبت hello وأريد الإكمال التلقائي سأقوم بنقر على ctrl xl ctrl xl فذا نلاحظوا الآن يقول لي يقول لي كل الخيارات الموجودة من الناس يمكن أن أنتقل بينها ctrl n أو ctrl previous previous يعني السابق و n يعني next جيد فذا هذا هو فقط درسنا لهذا اليوم معلومة بسيطة ليست لها على قبل إكمال التلقائي مثلا أنا كتبت مثلا هنا الشيء الذي أنا كتبته قبل قليل كتبت li مثلا و item 1 وأريد تكرارها فإذا بالذن يمكن أن أكررها بدون أن أقوم بعملية إكمال تلقائي فيمكن أن أقوم بنقرة على yank يعني yy يعني copy جيد فالآن النص تم حفظه تم حفظه تم حفظ أو نسخ هذا السطر ولللسق مثلا أريد لسقيها مثلا 10 مرات سأكتب هنا عاشرة based فإذا الآن تم هذا التغيير لاحظوا بهذا الشكل فتم التغيير لاحظوا أنني أنا لو قمت بcontrol قمت بنقرة على control عفوا ليس control c control a فسأقوم بزيادة الرقم في هذا الشكل طيب أنا فعليا أريد أن أقوم بتغيير هذه الأرقام كلها لتصبح مثلا 1 2 3 4 بهذا الشكل فماذا سأفعل سأقوم بتحديد character 1 وأنطقة الأسفل بهذا الشكل فأنا حددت هذا السطر كله سأقوم باستخدام الأمر G الذي تعلمناه بالفيديو السابق إذن G وثما سأقوم بنقرة على control a فنلاحظوا زادت كل سطر زادة واحد لكن فعليا أنا الأول رقم أريده واحد وليس اثنين فيمكن مثلا أن أقوم مثلا بيانك مثلا هكذا وأغير هذا السطر بهذا الشكل وانتهينا وبالإضافة أنا يمكن أن أستخدم الإكمال التلقائي إذا احتشته وهو درس اليوم فأتمنى أن اليوم تعلمتم شيء جديد بذن ونلتقي لاحقا مع السلام وأبدا رأييي